السلام عليكم سنة ربعة النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس التاني في الوحدة الرابعة بانوان الحياة الدينية في مصر الفرعوني تعالوا كده نتعرف في الدرس ده هل المصرين قدماء زمان كان بيعبدوا إله واحد ولا كانوا بيعبدوا آلهة كتير طيب في الحقيقة في البداية كان عندهم تعدد في الآلهة يعني ايه تعدد في الآلهة يعني كانوا بيعبدوا آلهة كتير جدا والآلهة دي او المعبودات اللي هم عبدوها دي دي كانت من قوة طبيعة يعني ايه من قوة طبيعة يعني حاجات ربنا خلقها زي الصقر والعجل حاجات ربنا خلقها ثم بعد كده عبدوا الآلهة زي مثلا الفرعون مش هم احتبروا ابن الإلهة على الأرض وعبدوه فلما يجي دلوقتي يقول لي أقام المصرين قدماء المعابد الضخمة احنا قلنا قبل كده يعني ايه معابد يعني مكان للعبادة ليه بنوا المعابد ليعبدوا الآلهة دي فيها يبقى ليعبدوا الآلهة ويقدموا لها القرابين يعني ايه قرابين يعني الهدايا الانسان المصر القديم كان فاكر انه هو لما يقدم هدايا للآلهة بتاعته دي اللي هو بيعبدها دي هتساعده ان هو يحقق اللي هو عايزه وانه تساعده ان هي هتدخله بجنة تمام؟ وقام على خدمتها اللي هي خدمة الآلهة دي رجال اسمهم رجال الدين اللي هم الكهنة اللي هم مين؟ الكهنة اللي هم دلوقتي رجال الدين زي الشيخ مثلا او الاسيس ده اللي بيقوم خدمتهم وطبعا اللي كان بيستفاد من القرابين دي والهدايا دي هم رجال الكهنة لان دي كان التماثيل اللي هاليها دي كانت ايه؟ تماثيل طبعا مش هتاكل مش هقدموا ليها اكل مثلا هتاكل او فلوسها تصرفها لا فاللي كان بيستفاد منها اللي هم رجال الدين الكهنة والحقيقة ان المصرين القدناء زمان كانوا بيعبدوا اي حاجة يا اما بيخافوا منها وفاكر يعني مثلا عبدوا الاسود التمسيح التعابين دي حاجات شرسة يعني ممكن تأذيهم هو فاكر لما هو يعني يعبدوا ده مش هيقرب له او مش هيأذيه فعبدوا او حاجات لها منفعة زي مثلا ابو اردان ابو اردان ده وظيفته ايه؟ ده طائر بيجي يأكل حشرات من الاراضي الزراعية فالانسان المصري القديم افتكر ان ده اله جاي يساعده في ايه؟ في الزراع فعبدوا عبد اللي هو الطائر اسمه ايه؟ ابو اردان او حاجات مش عارفها يعني ما يعرفش عنها حاجة زي مثلا الشمس القمر النجوم حاجات بالنسباله في الوقتها يعني ما كانش يعرف عنها اي معلومات فكان يعني كانت فاكرة ان هي ايه؟ الالهة بتاعته حلو جدا يبقى انا في البداية كان عندي تعدد في الالهة وكان لكل اقليم يعني كل محافظة معبود خاص بها كل اقليم الاقليم مثلا محافظة الجيزة مثلا بتعبد اليها معين الاسكندرية بتحفظ مثلا يعني الاسكندرية بتعبد اليها ايه؟ وهكذا كان لكل اقليم معبود خاص ايه؟ من الطبيعة يعني حاجات ربنا خلقها طيب تاني حاجة الدعوة الى التوحيد يعني هي مستر التوحيد يعني عبادة اله واحد زي ما احنا كده مسلمين موحدين بالله خلاص اللي هي الدعوة للتوحيد فبيقول لي هنا ظهر امنحطب الرابع مين؟ الملك ده احد ملوك الدولة الحديثة اسمه ايه؟ امنحطب الرابع وفيه مؤرخين كتير جدا بيقولوا اللي هما بيسجلوا التاريخ يعني بيقولوا ان الملك امنحطب الرابع ده هو العاصر سيدنا يوسف هو سيدنا يوسف يدعو الى عبادة اله واحد اللي هو ربنا طيب امنحطب الرابع ده قامل بسيدنا يوسف وفعلا دعا الى عبادة رب يوسف عليه السلام وسمى نفسه امنحطب الرابع سمى نفسه اخناتون يعني ايه يا مستر اخناتون؟ يعني المخلص للإله اتون اخناتون يعني ايه؟ يعني المخلص للإله اتون ودعا الى عبادة اله واحد وسمى الاله ده اتون وده له رمز يعني هو مش عبادة الشمس رمز الشمس قرص ايه؟ الشمس لكن هو ما عبادش الشمس لا ده كان مجرد رمز كان ايه بقى الرمز ده؟ الرمز ده عشاعة الشمس تخرج من الشمس واخيرها ايد آدمية ايدينا ايد اليد دي بتنشر الخير للناس هو ايد ده للإله بتاعه ده رمز رمز ايه؟ رمز له رمز له قرص الشمس وسمائه اتون طيب فده كان صاحب اول صورة دينية في التاريخ يعني ايه صورة دينية في التاريخ؟ يعني غير العبادة بتاعت المصير القدماء وطبعا كل واحد مؤمن بإله فطبعا كان من الصعب في الفترة دي ان هما يغيروا اللي هما معتقدينه او الهها اللي هما بيعبدوها بسهولة فكانت اول صورة دينية في التاريخ وهو فعلا اول من نادى بعبادة اله واحد او التوحيد حلو جدا يبقى انا دلوقتي عندي مرحلتين المرحلة الاولى اللي هي كان التعدد الاليها كان عندي كان كل اقليم بيعبد اله والمرحلة التانية اللي هي الدعوة للتوحيد اللي قام بيها امن حطب الرابع طيب كان المصر القديم بيعتقد في حاجة اسمها البعث والخلود يعني ايه بعث ويعني ايه خلود البعث يقصد بها عودة الروح الى الجسد عودة يعني الانسان لما يموت روحها ترجع تاني للجسد والخلود يعني خلود يعني يعيش حياة ابدية لا موتة فيها طيب هو افتكر كده وفعلا ودي الحقيقة ان احنا ان شاء الله لما يعني نتوفى يعني هنتحاسب خلاص عند ربنا وروحنا هترجع تاني للجسد ونعيش حياة ابدية اما في الجنة ان شاء الله اما عوز بالله من في النار يعني فبيقول لي اعتقد المصر القدماء ان الانسان يبعث بعد الموت لا يعيش حياة الخلود حلو طب ايه النتيجة بقى ده التفكير الخاطئ اللي فكر فيه المصر القديم هو قال ان انا هموت حلو طب انا لما موت مش الجسد بتاعي اللحم بتاعي والاجهزة بتاعتي هتتحلل طبعا هتتحلل طب اعمل ايه عشان احافظ على الجسد عشان الروح لما تيجي ترجع تاني للجسد تفضل الجسد سليمي قال خلاص انا هحنط الجسد ده يعني ايه احنطه يعني حفظ جسس الموت عايز احافظ على الجسد ده عشان الروح تلاقي الجسد موجود يبقى حفظ جسس الموت لتظل سليمة لفترات طويلة عشان الروح تعرف ترجع تاني ايه للجسد قالوا ان الجسد لو تحلل معنى كده ان الروح هتضيع مش هتلاقي الجسد بتاعها هيلاقي مجرد عض تمام يبقى ايه نتيجة الاعتقاد في البعث والخلود لو لما هو اعتقد في البعث والخلود ده عمل ايه اول حاجة عملها تحنيط المصرين القدماء لجسس الموت واحنا فهمنا يعني ايه تحنيط دي مواد لحد اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دي مش مقدرناش نوصل ليه المواد اللي تقدر تحافظ على جسد الموت اللي تظل سليمة لفترات طويلة لألاف السنين حلو جدا ايه تاني بناء القبور المقابر لدفن الموت زي الاهرامات يبقى بناء المقابر عشان يدفن فيها ايه الموت واحنا عرفنا وقلنا قبل كده ان المقابر دي كان بيحط معها ايه الاكل والشرب والادوات اللي كان بيستخدمها هو عايش عارف لدرجة ايه ان البيوت بتاعته في الحياة حياة الدنيا كان بيبنيها من الطين قال ان الدنيا دي فترة صغيرة هعيش فيها مش مهم ابنيها من الطين اللبن طب المقابر دي ده نعيش حياة فيها للأبد فهبنيها من ايه من الحجار عشان كده اهتم جدا ببناء المقابر بتاعته وقلنا ان هو وضعه مع الميت الطعام والادوات ليستخدمها عندما تعود اليه ايه الروح من تاني وبرده الملوك لما كانوا يموتوا كانوا بيموتوا الخدم بتاعهم يعني الخدم بتاع الملك بيموتوهم معهم كده طب ما كانوش بيزعلوا لا طبعا احنا لسه قايلين الدرس اللي فات ان الفرعون ده يعني هو ابن الاله صح؟ طب انا لو قلتلك انت هتموت عشان خطر ربنا ايه الجند اللي بيستوشه ده؟ مش ضامن الجنة؟ اه طبعا ضامن الجنة فاكيد مش هيبقى زعلان فهو بالنسبة له كده ان هو رايح وهيموت في سبيل ابن الاله فاكيد مش هيزعل يبقى وضعه مع الميت الطعام والادوات ليستخدمها عندما تعود اليه ايه الروح طب عمل ايه تاني؟ بناء المعابد بناء المعابد لإقامة الشعائر احنا فهمنا يعني ايه شعائر؟ يعني التقوس او العادات اللي احنا بنعملها عشان تقربنا ايه لربنا يبقى ان بناء المعابد لإقامة الشعائر الدينية بيها وقلنا بناء المعابد لإقامة ايه؟ الشعائر اللي هي التقوس الدينية بيها طيب رابع حاجة الاعتقاد في السواب والعقاب هو قال ان انا لما موت هتحاسب السواب ولو ليه اعمال كويسة هخش الجنة ولو ليه اعمال وحشة هخش ايه؟ النار بس ما كانش عندهم فكرة النار دي طب كانوا بيعملوا ايه؟ اعتقادهم ايه؟ كانوا فاكرين ايه؟ قال ان هيجي اله الموتة عندهم كده كان عندهم كده لكل حاجة اله اله الموتة هياخد قلب الانسان ويحطه في ميزان في كفة والكفة التانية هحط فيها ريشة هحط فيها ايه؟ ريشة لو الريشة اتقل من القلب يبقى الراجل ده اعماله كويسة فيخش الجنة طيب لو العكس بقى القلب اتقل من الريشة وده الطبيعة اصلا يبقى الراجل ده اعماله ايه؟ وحشة يبقى اعماله سيئة يبقى هيخش في ساحة زي ملعب كده كبير جدا جدا وفيه وحش هيكله هو كان بيعتقد كده يبقى اعتقد المصر القديم في الحساب بعد الموت ليحاسب الميت عما يفعله في الدنيا هيتحاسب طيب كده احنا خلصنا الدرس تعالي نعرف كده مع بعض اهم التعريفات اللي لازم اعرفها التوحيد يعني عبادة اله واحد طب ايه التحنيط اللي هو حفظ جسس الموتة لتظل سليمة لفتارات ايه؟ طويلة البعث عودة الحياة بعد الموت اللي هي عودة الروح للجسد بعد ايه؟ بعد الموت طب الخلود